مخاطر حقيقية تحيط بالقضاة العراقيين بعد استهداف 74 قاضيا منذ عام 2003 آخرهم للقاضي أحمد فيصل الساعد المختص بالنظر في قضايا المخدرات والذي اغتيل مؤخرا في محافظة ميسان في تقرير جديد أصدره موقع المونيتر الأمريكي أكد أن تجمع الإرهاب والطائفية والأحزاب المتنفذة والميليشيات المسلحة مسؤول عن عمليات الاغتيال التي تطال القضاة العراقيين بصورة متكررة ويقول تقرير المونيتر أن جميع القضاة الذين جرت تصفيتهم كان مكلفين بقضايا متعلقة بالجريمة والفساد والمخدرات مشيرا إلى أن القضاة ما زالوا في مرمى نيران عصابات الإجرام والفساد في قضايا تتداخل فيها مصالح المتنفذين والأحزاب وينقل التقرير عن القاضي رحيم العقيل وهو الرئيس السابق لهيئة النزاه قوله إنه لم يجري الكشف عن مرتكبي جرائم اغتيال القضاة سوى في حالات قليلة في ظل تعاون بين جماعات الجريمة المنظمة والميليشيات المسلحة ويؤكد مراقبون أن العديد من القوى السياسية تحاول أن يكون لها تمثيل وحضور داخل السلطة القضائية ما يزيد من حجم الضغوط التي تمارس على القضاة لا سيما بعد أن أصدر عدد منهم مذكرات اعتقال ضد متنفذين متهمين بقضايا فساد في ظل عدم تحرك الحكومة أو فشلها في توفير الحماية اللازمة للقضاء ويؤكد المراقبون أن عصابات المافيا الكبرى في الدولة تنامت وقويت أكثر بسبب غياب الملاحقة القضائية مؤكدين أن التحالف بين هذه المافيات وقوة سياسية وميليشيوية لها ارتباطات بأطراف أجنبية زاد من استهداف القضاء بهدف منع أي نوايا لكشف ما يجري في العراق من جرائم وانتهاكات تحظى بدعم سياسي في بلد يقف في صدارة دول العالم في سياسة الإفلات من العقاب تحظى بدعم سياسي في سياسة الإفلات من العقاب